إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن التغيير وثم تفرق يا كرام ويا كريمات بين التغيير والتغير ثم تفرق بين التغيير والتغير كثير من الناس يصاب بحالة من التغيير ولكنه لا يصاب بحالة من التغيير الفرق بينهما أن التغيير شيء لا واعي إنسان ماشي في حياته وفجأة تلتقي به بعد سنوات من الانقطاع تجد أن الرجل تغير تسأله ما الذي غيرك يقول أنا ما تغيرت إذ أن الزمن فعل به فعل التغيير فالتغيير هو فعل واعي مقصود موقوت مسبب أي مبرر معلوم من الطريقة معلوم الوجهة فيه قرار فيه رغبة فيه معرفة أما التغيير فهو سباحة مع التيار كثير من الناس أصابته يعني لوثة التغيير التغيير على شتى المجالات يعني ليس مقصورا فقط على الجانب الإيماني ولكن أيضا في كثير من جوانبه سواء الجوهرية أو الخارجية يصاب الإنسان بنوع من التغيير لماذا؟ لأسباب كثيرة لأنه لن نذكرها لذا كان في وقت إن شاء الله لكن دعونا نركز اليوم على كيف أتغير أنا وكما تفضل الساذي الكريم محمد نحن في شهر التغيير ولماذا سمي رمضان أو وصفة أو لقبة بشهر التغيير نحن نتحدث عنه بحول الله عز وجل الحديث عن التغيير حديث ممتد حديث كبير حديث في حد ذاته مركب مشتبك البعض يظن أن الرغبة في التغيير هي رغبة حتمية وأن عدم التغيير معناها أنت وين عايش أنت قديم أنت عتيق أنت لا قيمة لك أنت خارج الزمن أنت خارج التاريخ هل هذا الكلام صحيح؟ هل التغيير بحد ذاته هدف؟ هل لا بد أني أتغير من أجل التغير؟ هل لا بد أن أغير ممتلكاتي، أدواتي، علاقاتي، أفكاري؟ هل لا بد أن أغيرها؟ الدعوة إلى تغيير كل شيء ليسا دعوة حقيقية وليسا دعوة صحيحة بإطلاقها لكن الإنسان يغير ما لا يرجو منفعته لكن ثمت كثير من الثوابط والضوابط والمعايير والثقافة والمعتقدات بالعكس نجاتك في الدنيا والآخرة بالتمسك والثبات عليها وليس بتغييرها ولكن الدعوات مع بعض الحداثة هي قطع الطرق بأي شيء يصلك بالماضي أي إن كان هذا الماضي تاريخك، حضارتك، ثقافتك، أعرافك، حتى دينك ولذلك صار فيه خطاب تعبوي يشحن فكرة التغيير سواء في الإعلام جاءت أو في التدريب عن طريق التنمية البشرية لا، في الإدارة عن طريق برامج الإدارة وغيرها لازم يتغير، تغير، تغير، تغير السؤال أتغير إلى أين؟ السؤال لماذا أتغير؟ وأتغير إلى أين؟ وأتغير من أين؟ يعني أنا بنطلق من ألف إلى با من واقع معمول إلى واقع مأمول طيب، هذا الواقع المأمول الواقع المأمول لا بد أن نضبطه بضابطين الضابط الأول هو المشروعية والضابط الثاني هو الملاءمة الضابط الأول المشروعية هل هو جائز شرعاً؟ وهل هو صواب نظاماً؟ هذا الضابط الأول المشروعية اثنين الملاءمة هل هذا التغيير ملائم لقدراتك؟ ملائم لظروفك؟ قد يتخذ الإنسان قرار التغيير وهذا التغيير لا يناسب ظروفه كأن يغير وظيفته مثلاً ويتركها وليس له دخل بعد الله إلا هذه الوظيفة ثم يجد نفسه أن هذا القرار كان خاطئاً فهو غير ملائم التغيير هنا وإن كان مشروعاً لكنه غير ملائم أحياناً التغيير يا كرام يكون مرتبط بآخرين يعني مو مرتبط بك أنت كتغيير المكان تغيير الوظيفة تغيير السكن يعني هذه التغييرات لا بد أن تأخذ فيها مشورة من يلحقهم ضرر ومنفعة هذا التغيير اللي هو أسرتك مثلاً أو العاملين معك أو غيره وبالتالي ثمت ضوابط وارتباطات كثيرة في موضوع التغيير اللي أخذ فيكم يعني هو موضوع على كثر على كثرة ما كتب فيه وألث فيه ودرب فيه إلا أنه ما زال ما زال غير واضح ما زال يعني ما زال غير محرر ما زال غير قابل في كثير من ثنايا إلى التنفيذ دعونا نشوف لماذا لماذا موضوع التغيير صعب دعونا ننظر إليه من زوايا مختلفة اليوم ما راح أتكلم أنا عن قواعد التغيير ولا لا لا هذه المواضيع وشبعت طرحاً ويعني قدمت محاضرة أنا بنفس هذا العنوان وأرجو أن يكون هذا الموضوع اليوم تكميلاً لتلك يعني اللي ما شاف المحاضرة هذه ممكن السابقة ممكن يشوف هذه ويكمل بها القديمة أو العكس فأرجو أن يكون هذا مكمل هذا بإذن الله خلونا نشوف الآن ما هي مداخل التغيير مداخل التغيير يعني أنا كيف سأدخل إلى سلوك التغيير أنا كيف سأتغير هل الإنسان يتغير من مدخل واحد أم أنه ثمة مداخل كثيرة من الناس من يتغير من خلال نقاط تحول في حياته من الناس من يتغير لأنه قرر أن يتغير من الناس من يتغير لأنه أجبر أن يتغير يعني فيه واحد ترى يترك السكر وهو صحيح سليم فهذا قرار وهناك من يترك السكر لأنه أصيب بمرض السكر فهذا اضطرار كلاهما تغير لكن مدخل كل واحد منهم إلى التغيير مختلف خلونا نشوف اليوم ما هي مداخل التغيير لأن اللي يصلحني ما يصلح لك واللي يصلح لك ما يصلح للثاني والثالث والرابع وما إلى ذلك لا يوجد طالما نحن نتكلم عن حالة إنسانية عن النفس البشرية نحن نتكلم عن مجموعة مركبة معقدة وبالتالي لا بد أن نحترم هذا التعقيد وأن نعطي مساحة من الخيارات تتناسب مع الآخرين ولا يوجد قالب واحد يمكن أن نجبر عليه النفس البشرية خلونا نشوف مداخل التغيير أولا مدخل الأولويات من الناس من إذا أراد أن يتغير يدخل إلى عالم التغيير من مدخل الأولويات كيف مدخل الأولويات حياتي ليست على رتبة واحدة حياتي وحياتك ليست على رتبة واحدة والله لم يخلقنا وقد جعل أمر ترتيب أولوياتنا ما هو الأولى لنا بيدنا وإنما رسم لنا منهجا سبحانه وتعالى إذلك في الحديث لما تسمع الحديث لما ترفع يديك وتدعو اللهم اغفر لي ورحمني وهدني وعافني وارزقني هذه ليست ترتيبا اعتباطيا وإنما ترتيب مبني على الأولويات في الحياة اللهم اغفر لي اثنين ارحمني بعد ما تشيل هذا الذنوب تغفرها ترحمني بعد ذلك تهديني عشان ما أرجع مرة ثانية ثم تعافيني في جسدي ثم ترزقني كثير من الناس مقلوبة المسألة عنده معناها الرزق مهم جدا ولو كان على حساب الحلال والحرام من أين اكتسبت هذا المال ومن أين أنفقته هذا ليس له أولوية في حياته المهم أن يكون عندي فلوس اثنين ولو على حساب صحتي أنا أتعب أتعب وضيفتين ثلاث أربع ولو على حساب أبنائي ولو على حساب صحبتي أي أن كان أن المال عندي أولوية لا مدخل التغيير يقول لا أنت لابد أن ترسم خارطة التغيير بناء على بوصلة الأولويات طيب ما هي الجوانب اللي الإنسان ممكن يغير فيها حياته عندك الجانب الإيماني الجانب النفسي الاجتماعي العقلي الجسدي المالي الوظيفي المهاري كل هذه الأشياء كل هذه الأشياء لابد أن تضع في اعتبارك ما الذي له أولوية في حياتك لما تجسأل الناس تقول رتب القيم في حياتك بحسب اهتمامك بها يعني وش أهم الأشياء في حياتك أعطني قائمة من عشر أشياء ترتب فيها حياتك ومباشرة يقول الله ثم يقول والدين ثم أبنائي والأسرة ثم تبدأ تختلف هنا ثم بعضهم يقول العمل بعضهم يقول الأسرة الصداقة بعضهم يقول حب الخير بعضهم يقول التأثير بعضهم يقول التعلم يختلفون لكن غالباً الناس تتفق في الثلاثة الأولى والأربعة مثلاً يقولك الله ثم الوالدين ثم الأبناء والأسرة والزوجة ثم أحياناً يفرع من الله سبحانه وتعالى يفرع الصلاة يقولك والله همشي عندي الصلاة رقم اثنين مثلاً ثم 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 يطيك قائمة من عشر أشياء طيب لما نأخذ هذه القائمة ونودي والله أنكم تفعلون هذا التمرين أنك تكتب قائمة بأهم عشرة أشياء في حياتك لها أولوية لها قيمة في حياتك لها قيمة ثم بعد ذلك بعد ما ترتبها تسمى هذه القائمة بالقائمة المثالية التي الناس يكتبونها بمثالية عالية فيكتبون ما يتوقعون أنه ذو أولوية في حياتهم طيب بعد ما تنتهي هذه القائمة نجي نقول تعالى رتبها مرة أخرى ولكن من خلال المعاملات التالية واحد أيهما تفكر فيه أكثر وأيهما تصرف فيه وقتاً أكبر وأيهما تبذل فيه جهداً أعلى وأيهما تصرف فيه مالاً أكثر عندك مال عندك الآن المرشحات المال والوقت وهو أهمها والجهد والتفكير لما نعطي هذه المعاملات ما أقول لكم واحد ولا اثنية ولا ثلاثة لا أحصي عدد الذين تحولت تحولت قيمة الله سبحانه وتعالى عندهم عندهم من رقم واحد إلى ستة والوالدين إلى ثمانية والأهل إلى عشرة ربما وأصبحت قيمة مثلاً الإنجاز رقم واحد أو قيمة العمل رقم واحد أو قيمة المال رقم واحد لأنه يفكر فيه كثير يقضي وقت فيه كثير ينجز عفواً يبذل جهد فيه كثير وتجد أن أسرته أصلاً علىها مش حياته إذا جاء من العمل عنده وظيفتين إذا جاء من العمل وتعبان أحد يكلمني وأنا مرهق والأم خلاص عارفت نوم الأطفال بدري عشان هو يجي يريح يأكل اللغمتين ينام ثم يقول بملئ فيه والله أنا أهم شي عيالي وين أهم شي عيالك؟ لا تفكير لا وقت لا جهد تبذله معهم ثم أحياناً يخدع الإنسان نفسه يقول أنا كل هالوظيفة أجمع فلوس من أجلهم ولا ترى هذه خدعة سمعناها كثيراً بقاءك معهم وتربيتك لهم هو ما ستسأل عنه الأبناء أهم شيء أن تترك فيهم لا أن تترك لهم أهم شيء أن تترك فيهم لا أن تترك لهم هذا أهم شيء وإنسان غائب عن البيت كثير لا يحقق مثل هذه القاعدة إذن عندنا ترتيب الأولويات ما الذي يحتاج منك إلى تغيير بالدرجة الأولى؟ هذا أمر اللي هو مدخل الأولويات بعض الناس يغير بناء على مدخل الأولويات هذا واحد اثنين أو نفس نفس مدخل الأولويات يقول الله سبحانه وتعالى لاحظوا وصية لقمان لابنه لما أراد أن يعطيه خارطة التغيير خارطة التغيير أول شيء بدأ بالتوحيد شوفوا التسلسل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه طبعاً الله قبل يعطينا هذه الخارطة هذه الخارطة وصف لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة بمعنى أنا لما أجي لأي متحدث الآن وأجيب خبير يريد أن يتحدث عشان أنا أجعلك تثق في هذا الخبير أقدم له سيرة ذاتية وأثني عليه وأعطيك خبراته عشان الكلام اللي بيقوله والتوصيات اللي بيقولها أنت يعني تطمئن إليها فالله عز وجل سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى قال قبل أن يقول لقمان لابنه هذه الوصايا التي نحن يجب أن نأخذها كخارطة حياة قال ولقد آتينا لقمان الحكمة نحن أمام إنسان حكيم الآن والذي وصفه بالحكمة هو الله سبحانه وتعالى الحكيم ماذا قال لابنه؟ قال أول شيء لا تشرك بالله أعطاه أول شيء شوفوا الترتيب الأولويات ثم جاءت الوصية من الله بالوالدين ثم بعد ذلك جاءت الوصية بتعظيم الله سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تكو مثقالة حبة من خردل لاحظ تعظيم الله سبحانه وتعالى طيب ليش لازم نربي عند أبنائنا وفي أنفسنا تعظيم الله سبحانه وتعالى لأنه إذا جاء يوصيه بالصلاة هو أمر المعروف يريد أن يجعل هذه الصلاة لله وليس خوفا من الوالدين أو المجتمع أو رياءً أو حياءً لا لله لأنه زر عنده التعظيم ثم أمره بالصلاة ترجمة نانسي قنقر